الضابط المفضل لدى بشار الاسد وروسيا الجنرال الاكثر عنفا في سوريا لديه شعبية غير مسبوقة في الاوساط العسكرية وهناك انباء عن تعيينه في منصب بشار الاسد انه اللواء سهيل الحسن فما هي قصته? قبل عام 2011 لم يكن سهيل الحسن معروفا لدى السوريين حيث كان يعمل تحت قيادة اللواء جميل الحسن في دائرة الاستخبارات التابعة للقوات الجوية والتي تعد اقوى جهاز امني في سوريا لكن مع اندلاع الاحتجاجات السورية بدأ اسمه في التردد بكثرة عندما قاد العديد من العمليات في انحاء سوريا وكان مسؤولا حينها عن تدريب قسم العمليات الخاصة في الجيش السورية وبعد عامين من الازمة قاد سهيل الحسن الفرقة 25 مهام خاصة والتي عرفت لاحقا باسم قوات النمر ولثقته الحسن في قواته كان يعتمد في استعادة الاراضي السورية على فائد القوة الجوية قبل اي تدخل برية وكان ظهور الاول لسهيل الحسن والمعروف بالنمر في الاعلام في عام 2014 حيث نشر له مقطع فيديو وهو يزور وحدات تابعة للنظام السوري في محافظة حلب ويعتبر النمر الضابط السوري المفضل لدى الرئيس السوري بشار الاسد حيث يحرص النظام دائما على نسب الفضل له في الانتصارات العسكرية الهامة لهم وخاصة في محافظات اللاذقية وحلب وحمس والبادية وادلب والغوطة الشرقية كما يعد الضابط المفضل ايضا لدى سوريا حيث سبق وكرمه الجيش السوري في عام 2017 واعطاه وسام الشجاعة ثاني ارفع وسام في روسيا الاتحادية وبذلك يعد العسكرية السوري الوحيد الذي تقلد به كما انه كان الضابط السوري الوحيد الذي ظهر الى جانب بشار الاسد خلال زيارة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قاعدة حميميم الجوية وخلال تلك الزيارة اشاد بوتين باداء النمر في المعارك وامر ان يكون له حرس خاص من عناصر امن الروس كما مده بعتاد عسكرية متطورة جويا وبريا بما يعني ان النمر هو جندي روسيا المفضل وترددت انباء عن ان الاهتمام الكبير الذي يحظى به النمر واعطأت روسيا له لان هناك مخططا روسيا لاعداده لحكم سوريا خلفا للرئيس بشار الاسد وفي اوائل عام الفين وثلاثة وعشرين اعلنت مصادر تابعة للنظام السوري ان سهيل الحسن تم ترفيعه الى ردبة لواء في الجيش السوري وعلى الرغم من كل تلك المحبة التي يحظى بها النمر من روسيا والنظام والجيش السوري الا ان اسمه مرتبط بوقائع كبرى في مناطق مختلفة من سوريا كان من ابرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية كما انه ما اتدع فكرة البراميل له